بنتعرض لها كارزة. ربنا سحوة تعالى يحفظنا. اهو. للأسف شك جدا مسحة الكابتن محمود سعدة طلعت ايجابي. شفاة الله عفا. شفاة الله عفا. استاذ محمد هلال انا مش ناقص. احنا مش ناقصين لحظة واحد. ايا حبيبي. انا في اللايف مسحة الكابتن محمود سعدة طلعت ايجابي. والله انا عرفت مبارح بس ما حبيتش اقول يعني. عرفت مبارح من من وزارة الصحة يعني. وحتى كلمت الأستاذ واليد العطار فقالي لأ لسه ما ظهرتش سكت يعني. فكذا. طب خير يا رب خير يا رب خير. عندك اي حاجة تانية مهمة يا استاذنا. ناشي حبيبي. بتفضل حبيبي. طب. طب. تأكدت ان مسحة الكابتن محمود سعدة ايجابية. لكن ابنه اكد لنا واكد للأستاذ واليد العطار انه درجة الحرارة بتتراجع. وانه وإذن الله يبقى بألف صحة وعافية ان شاء الله. احنا بنتعرض لحملة هاكرز رهيبة. بقول لكم بتعمل غصب عنينا اشتراكات في القناة. غصب عنينا بتعمل اشتراكات في القناة. في قنوات احنا عمرنا من روح لها. فبالتالي تواصلنا مع الدعم الفني. وعشان كده فيه اشعارات ما بتوصلش. فيها هاكرز بيحصل بيعمل بقى حاجات بيسوي محتاجات. يعني ماناش خبرة في المسألة دي. لكن الشركة المسؤولة بتقوم بالتواصل مع الدعم الفني في اليوتيوب لمعرفة ايه اللي بيحصل. لكن انا بشكر كل الناس اللي بتتبعنا. وبشكر كل الناس اللي عاملة سبسكرايب. وبشكر كل الناس اللي بتعمل لايك للفيديوهات. انا بستأزمكم نعمل لايك. يا جايلية يا جماعة. الناس اللي معنا باستمرار يعملوا لايك. عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. لأكبر عدد ممكن من الناس. لأكبر عدد ممكن من الناس. ربنا يحفظكم جميعا. الله مساء الله سيدنا محمد. عاوز خلاص قلنا موضوع كابتل محمود سعد. عاوز اخش في موضوع حاصل النهاردة. ولا نخلينا في الاخلاقيات الاول. نخلينا في الاخلاقيات الاول. اه واحد بقول لي مستر اه فكس. بقول لي هتتهكر يعني هتتهكر وقلت لك يا ده بعمل ايه طيب يعني. اعمل ايه يعني يا مستر يعني. ربك كريم. الحمد لله. الحمد لله. ربك الحافظ. ربك الحافظ. ربك الحافظ. ربك الحافظ. ربك الحافظ. ربك الحافظ. يعني انت بتقولها هتتهكر يعني هتتهكر يعني 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 متعاطف معايا ولا ولا يعني انت شايف ان في حاملة ولا شايف في ايه بالزبط يعني ربك كبير وربك هو القوي ينتقل من كل ظالم تركينها لله حج احمد يا ندم تركينها لله ايوه يا سيدي ايوه هنخد شباب الشغل بعد اذنه بداية تعرض اليوم رئيس نادي الزمالك الى صفعة مدوية من الاتحاد الافريقي لقرة القدم بعد الاصرار على وضع شعار الاتحاد الافريقي لقرة القدم وكتب اليفتش شهيرة زمانك نادي القرن الحقيقي بالانجازات والبطولات مش بنبحث بيها ومش عارف ايه وبفضل الله بفضل الله عقل واستجاب الى الاتحاد الافريقي وشال ليفت النهار شال ليفت شال ليفت شال ليفت اليوم وبالتالي اهوة الخطاب بتاع الاتحاد الافريقي لقرة القدم شعر بيكبر ازاي اهوة ده الخطاب اللي مبعوط من الاتحاد الافريقي ماشي مبعوط على النادي مباشرة في ظل وجود اجازة في اتحاد المصر لقرة القدم وبيقال ان الهانا بريدة بيتدخل لمنع معاقبة نادي الزمالك بعقوبة مالية ضخمة كانت 2 مليون دولار وانا عشان كده الخطاب راح مباشرة لنادي الزمالك وليس الاتحاد المصر لقرة القدم لان الاتحاد اخد اجازة وبالتالي حرصوا على انهاء الازمة مبكرا لان ده فيها استغلال لشعار الاتحاد الافريقي لقرة القدم عمل ايه مرتضى لما ده حصل شال كل ليفت فورا شال كل ليفت فورا اهو شالها دي جريدة الوطن المحترمة ماشي وفريق العمل فيها المحترمة اه اه لان ده لما بيحصل بتبقى كارثة وخيبة قوي كارثة وخيبة قوي فلازم يشيل اليفت ولازم يحترم القواعد شال اليفت قالك هرجعها تاني رجعها تاني ده هو الخطاب الخطابة من الاتحاد الافريقي لقرة القدم ومستشهد له بالمسألة وموقع عليه عبد المنعم با خطاب نص الخطاب عشان يقدبه مرتضى ويعلمه الادب فقالوله موضوع الخطاب استخدام شعار كاف الرسم بدون موافقة وتفويد مصبق من الكاف ما نقشوش الموضوع بتاع هذا القرن مش في دماغه ما بينقشو حقوق الاتحاد الافريقي لقرة القدم عندك انت مشكلة لو شل الشعار هو بيقول كده بقى بالضبط زي الحد اللي بيقولك ايه انا بطل انا شجيع السيمة ابوش انا ببريمة انا الفتوة انا عطريس انا ميت عطريس في بعض يعود يقول بقى اللي عاوز يقوله مع نفسه ويعيش مع نفسه لكن وضع الشعار الكاف بيديله كأنه هو صاحب حق كأنه ده قرار من الاتحاد الافريقي اللي قررت القادة وبعتلهم يقول لهم في البيان بتاعه ان انا مش مختلف مع احمد احمد انا مختلف مع عيسى حياته اللي عمل وسهو في البيان اللي ادى الاهلي مش عارف ايه وكلام من ده ويداله اللقب الافريقي بالمحسوبية والمجاملات مش بالانجازات والبطولات عبط وهطل وهبل ان انا انا جاعد اقول امسك لبانا في بقى يا عم وروح خد الاجراءات القانونية المنصوص عليها في كل اللوائح وروح قدم شاكوى للاتحاد الافريقي اللي قررت القدم في الامر امبارح اللي الاستاذ ابناصر ازدان عمل فيديو وكان معا حد متخصص من الامارات العربية المتحدة الاستاذ ابو المواهب وعجب رد الفيفا الفيفا قالك ايه قالك عندك مشكلة تروح فين للكاف ده الاتحاد بتاعك عندك مشكلة تروح للكاف ما عندكش مشكلة يبقى خلاص تسكت فانت عاوز تعدل المواضيع او روح قدم للكاف او للمحكمة الرياضية ضد الكاف لكن نوعه كل شوية نقول نفس اللي بانا فدلوقتي الاتحاد الافريقي اذل مرتضى منصور اصابوا بالازلال